وفي الحلقة الجديدة لما تحبست كنان ورزان في الأسنصير بيد يزن هو اللي كان متسبب فيها في يزن حبسهم جوه فيا كنان شال رزان عشان تفتح الأسنصير من فوق فطبعا أول ما النور جاء وقع وطبعا الناس كانت بدأت بقى الأسنصير يفتح ويبصوا عليهم فطبعا رزان تنرفزت وقعدت تزعق في كنان ومشت زعلانة بس ابتسمت كده للضحكة كانت فرحونة بس كانت بتثبت له ان هي متضايقة من الموقف وعدت تشتم بقى وكده فهو طبعا خارج وراها وهنيجي بقى الكاميرا تنقلت بقى للمشهد اللي بعده وفضيلة خانه ورحت للمعرض اللي كان جايبين منه التابلول كبير اللي سبب في المشكلة بترضها من القصر فطبعا البنوتة اللي كانت في المحل قالت لها انت اللي اشتريتيه وكدبت طبعا واخد فلوسه وابضة من ياسمين ففضيلة خانه تهبلت يعني وصاحب المحل طلحها برا وكانت منهورة وعملت زعق وقالت لهم انا هوريكو انا خدت اسمك علشان حطتك في دماغي وهوريكي وبعدين هنا بيتنال الكاميرا عند انجي رحت مع ياسمين لدكتور طبعا ياسمين طبعا ومتفق معاه علشان هي بتدي دواء لجزها حازم هو طبعا بيدعف الزاكرة ويجيب زهايمر وحاجات كده فهي متفق مع الدكتور ده فاخدتها بقى على اساس ان تسمع ان الدواء ده بيهدية عشان عنده رعشة في ايده وتوتر فطبعا ياسمين شايفين المنظر اصلا بصت زي يا حسن بتضحك عليها يعني ويتخلصت من فضيلة ومن الاسر علشان تعرف تسيطر على انجي طبعا انجي دلوات بتسمع كلام كويس جدا عن الدواء وان هو ملهوش اثار جانبية لكن وطبعا ياسمين مسيطرة على دماغ انجي وانجي لسه صغيرة طبعا يعني لسه في المدرسة عندها حوالي 16 او 18 سنة حاجة زي كده فخلاص سيطرت على دماغها ومش من عنده الدكتور هنا بقى اهيا وقفة وبتديها شوية نصايح وتقول لها لا الدواء ده ملهوش اثار جانبية خالص وهيخليه كويس جدا يعني بتحاول ان هي بقى تحسن من شكل كده بتاع الدواء دلوقتي قالت لها خدي الدواء اهوا هاتبوله في قلب الاكل وهو هيبدأ يتحسن شوية بشوية وطبعا هي بتخدعها لانه بيجيب عنده اثار جانبية وهو اصلا بيجيب زهايمر ويعني مدمر هنا بقى جم هنا عند باباهم في اجتماعه هو نيازن poses ان هو متنازل علي اساس ان هم هيقولهم علشان المشروع اللي هم بيعملوه للدعاية اللي هي رازان الوجد اعلاني بتاعه فاااااااا طبعا هو اذالان منهم علشان اللي عملوه لما هو ختفى وعملوه في امراته الكاميرا هتتنقل هنا بقى عند رازان طبعا رزان قلبها طيب ما قدرتش تشوف مامتها قاعدة في البيت المحروو اللي هو خربان خالص ما فيش اكل اللي بارد جدا النور مقطوع مامتها قاعدة على شمعة فجبت لها طلبات وحطتها في التلاجة ومالت التلاجة الكاميرا بقى بتتنقل هنا على انجي وهي راجع بالعربية مع ياسمين وكانوا قاعدين يتكلموا طبعا بقى بتطمانها وبتقول لها ان اللي احنا بنعمله ده صح مش غلط وكده فشافوا بقى فضيلة مامة انجي وقفة عند القصر فقالت بقى لقى مش هندخل بالعربية جوا عشان تكلمها برا القصر ما تدخلهاش فياسمين نزلت معيها طبعا مندفعة ازاي زي ما انتم شايفينها كده قامت فضيلة برضو جارية ناحية ياسمين عاوزة تمسك بقى فرقابتها بقى وتخنقها وكده عشان طبعا عارفة ان هي السبب في خروجها من القصر وهي اللي اشترت اللوحة وغيرتها وكده شادة ما بينهم وخناقة وانجي بتسلك بتبعد ياسمين عن مامتها هنا زي ما انتم شايفين كده وقامت ايلة لمامتها انجي قالت لمامتها بقى ان انت حملة علي وما صدقت ان انا اخلص منه وخركتك من القصر وقامت ايلة انا دلوقتي هاختار اللي يعد معي في القصر ويبقى جنبي ومسكت ايد ياسمين كده وتبتت عليها مامتها طبعا كانت مقهورة جدا يعني ازاي بنتي تقول كده اهي شوفوا المنظر وهي بتكلمها هي طبعا زعلانة من اللي مامتها كانت بتحط فيها وان هي كانت صغيرة ودتها احلام اكبر منها ودخلتها في مشاكل وطمع مامتها ومامتها طموعة جدا هنا بقى جت انجي هيا بالدواء وهم بيحضروا الاكل وعايزة تحطه في الكاس بتاع حازم فدخلت عليها كريمة اللي هي رئيسة الخدم وكده فطبعا خبت الحاجة وقالت لها بقى امشي انتي وانا اللي هصب الاكل علشان هي طبعا تحط الحاجة براحتها جدا بالكاميرا بقى بتتنقل على مامتها وهي مروحة وحزينة جدا من كلام بنتها وعمال يدور في دمخها بقى وبترجع الكلام تاني ان هي حمل عليها وتخلصت منها وكده فهتدخل بقى البيت هتلاقي رازان بتحط يدها على الجدار كده بالصدفة لقت النور نور فاستغربت طبعا وبقت تتلفت حواليها من اللي رجع الكهرباء جوا البيت البيت طبعا كانت بتعمله بشمعة دخلت المطبخ لقته متروق جدا فتحت التلاجة لقيتها مليانة مليانة كده من خيرات ربنا ومن جبن بقى وحاجات اهي بصوا المنظر كده وهي بتبص في التلاجة فطبعا قامت جاية عرفت ان هي رازان دخلت وعملت لها التلاجة مليئة التلاجة وروقت الشقة ورجعت الكهرباء فالرازان دي دايما اللي كانت مزع عليها وما بتحبهاش وكانت دايما مع انجي عشان هي حلوة وعايزها في الشهرة وعايزها لها مستقبل وفلوس فطبعا قاعدت تعايد بقى على الارض كده وقاعدت تقول حبيبتي رازان حبيبتي رازان عارفت الفرق ما بين ان هي كانت بتأذي واحدة في مشاعرها طول العمر وهي اللي وقفت جنبها واللي بنتها اللي هي كانت حطاها تاج فقرسها هي اللي ترادتها من قلب الفيلا بالقصر بتاعها فدلوقتي هي دلوقتي في الصراع ما بينها وما بين نفسها طبعا يزن دلوقتي من بعد ما بابا قال له تدفع تعويض وكسره طبعا وهو بعمل دلوقتي مداء من ولاده ومن اللي عملوه فجاء هنا الصالة بتاع الرياضة اللي هي بتاع المبنى بتاع بيته فطبعا عمال يحط همه جوه اللعب وبيلعب كرة السلة فطبعا نشوفه وشه متأثر جدا والتعبيرات بيننا عليه جدا انه هو حزين وهو برضو في تصارع ما بينه وما بين نفسه انه هو بيحب رزان اللي هي حبيبة اخوه وما بين بابا قال هو عمال يعني يكسر في مأديفه زي ما بيقوله يعني فهو فيه تصارع بينه وبين نفسه في اللحظة دي برضو كرزان بتدخل الصالة وبتبدأ تجهز نفسها عشان تروح تلعب رياضة هي ساكنة في نفس المبنى اللي يزن ساكن فيه فبيدخلوا الصالة بتاع الرياضة فهي بقى بتجهز نفسها وبتحط حاجتها في قلب الدولاب عشان تدخل تلعب فهي اصلا ما تعرفش ان يزن جوه الصالة فلاقتت الكرة منه اول ما دخلت وهتبدأ بقى يعني يتكلموا مع بعض وكده طبعا بقى فيه تصارع بينها وبين نفسها برضو كما بين كنان ويزن هي بدأت كنان ما يعجبهاش في تصرفاته ويزن طبعا واقف جنبها وكده بيلعبه سعيدة جدا في اللحظة دي الكاميرا بتتنقل على كنان وهو رايح اللي دايما كل شهر بيغير عربيته كل في السنة كم مرة بيغير العربية فهو دلوقتي في اللحظة دي ان راح معرض العربيات عشان يبيع العربية بتاعته لان بابا بيعجبه ومديله ادنى حد في المرتبات بعد ما كان بيصرف بالفيزا كارت ومبسوط جدا ما يعرفش الفلوس بتروح فين دلوقتي عد على القد جدا الراجل بيقوله انا فاكرك جاي تغير عربيتك فهو بيقوله لأ للأسف انا جاي بحة فهو اخذ المفاتيح منه وقال له وقت ما تتباع انا هتصل عليه فطبعا كنان متأثر جدا 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 في اللحظة دي بردو كالكاميرا هتتنقل على انجي وهي راحة لأختها رازان وهتلاحظ بقا ان هي ويازن جوه الصالة مع بعض قبل كده سمعت المناقشة بين كنان ويازن عشان انخاطر رازان وهو بيقوله انت بتحبها